هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاوني المسيحين في المملكة بمناسبة عيد الفصح المجيد وقال بحلول هذا العيد نسأل الله أن يعيده على إخوتنا المسيحين بالخير والبركة وأن يحفظ وطننا العزيز شامخا منيعا ويرفع الغمة والكربة عن أهلنا في غزة وأن يحفظ فلسطين أرض السلام ومهد الديانات السماوية كما هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز الطوائف المسيحية في المملكة بعيد الفصح المجيد وفي تصريح أكد الفايز أننا في الأردن ومن مختلف العراق والطوائف والأديان نعتز ونفتخر بحكمة قيادتنا الهاشمية وقدرتها في المحافظة على أمننا واستقرارنا رغم الظروف الصعبة التي تعيشها أمتنا العربية والأوضاع المحيطة بنا وعرب الفايز عن اعتزازه بالوحدة الوطنية والعيش المشترك بين مختلف مكونات نسيجنا الاجتماعي ومن جهته أن أرئيس مجلس النواب أحمد الصفضي باسمه واسم أعضاء مجلس النواب مسيحي المملكة بمناسبة عيد الفصح المجيد وقال نتقدم بهذه المناسبة بأطيب التهاني والتبركات من إخوتنا المسيحيين متمنيا لهم دوام المحبة والسلام في وطننا الذي ينعم بفضل الله ومن ثم قيادتنا الحكيمة بأبهى صور الوئام